بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي في مسار الصحة أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مقررنا مبادئ العلوم الصحية واحد واحد كنا في درسنا الماضي قد ابتدأنا أولى دروس فصلنا الثاني عندما تكلمنا عن مرافق الرعاية الصحية واتفقنا سويا بأنه يتألف نظام الرعاية الصحية السعودي من عدد من الوكالات والمرافق والموظفين الذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية هذه المرافق في الرعاية الصحية هناك أدوار مختلفة هناك وكالات أيضا هناك عاملون وممارسون داخل هذه المرافق التي تقدم الرعاية الصحية اتفقنا سويا بأن هذه المرافق يتواجد حوالي أكثر من نصف مليون موظف داخل هذا القطاع فقطاع الرعاية الصحية مثل ما يظهر معنا وأظهرنا في درسنا السابق قطاع الرعاية الصحية يضم أكثر من نصف مليون من العاملين الذين يتوزعون على عدد كبير من وظائف الرعاية الصحية المختلفة خلال دراستنا في درسنا الماضي أبرزنا المرافق الرعاية الصحية يبرز معنا كأحد المرافق المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية هنا عندما علقنا توقفنا وذكرنا أمر مهم لا بد أن نفرق ما بين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تتباين في أحجامها مراكز الرعاية الصحية المنتشرة داخل أحيا تكون أحجامها صغيرة هذه المراكز تقدم الخدمات الأساسية للمرضى بينما المستشفيات هناك أمر مختلف في المستشفيات أحجامها أكبر الرعاية الخدمات المقدمة من هذه المستشفيات أكثر من المقدمة داخل مراكز الرعاية الصحية الصغيرة بل أننا ذكرنا أنه في المستشفيات وبعض المرافق الرعاية الصحية قد يتجاوز الأمر موضوع تقديم العلاجات أو إجراء التحاليل والاختبارات للمرضى بل أن هناك أدوار على المستوى البحثي وعلى المستوى التعليمي أيضا من ضمن المرافق الرعاية الصحية التي أظهرناها المدن الطبية هذه المدن التي بالفعل برز فيها دور الأبحاث والدور التعليمي وذكرنا أنه في المملكة عدة مدن أبرزنا منها مدينة الملك فهد طبية مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية كذلك ذكرنا المدينة الجامعية في جامعة الملك سعود مدينة الملك عبد العزيز الطبية وهناك العديد من المدن الطبية في المملكة العربية السعودية أيضا من المرافق الرعاية الصحية مرافق الرعاية طويلة الأمد ذكرنا أن هذه المرافق توجه اهتماماتها وخدماتها للمرضى الذين يحتاجون فترة طويلة من الرعاية مثل كبار السن وذكرنا أيضا الأشخاص المعاقين العاجزين ومثل ما ذكرنا أيضا هناك بعض أشخاص يتعرضون لحوادد يحتاجون لرعاية طويلة داخل هذه المرافق وذكرنا أنها تستمد اسمها من خدماتها المقدمة للمرضى خلال فترات طويلة ومن المرافق ومرافق الرعاية الصحية أبرزنا العيادات وذكرنا بأن العيادات قد تكون عيادات عامة يعمل فيها طبيب عام وقد تكون هذه العيادات متخصصة تقدم خدمة في جانب محدد من التخصصات كعيادات الأسنان كذلك من مرافق الرعاية الصحية التي أبرزناها مكتب أو مكاتب طب الأسنان هذا المكتب قد يكون عيادة واحدة يعمل فيها طبيب أسنان واحد وقد يكون مركز كامل به أكثر من عيادة فيه أكثر من طبيب أكثر من ممارس صحي تقدم العديد من الخدمات أبرزنا منها فحص الأسنان كذلك قد تكون هناك خدمات مختلفة داخل مكاتب الأسنان مثل إجراء العمليات الجراحية أو تركيب تقويم الأسنان كل هذه الخدمات تظهر أو تقدمها مكاتب طب الأسنان أيضا من مرافق الرعاية الصحية مراكز العيون وذكرنا أنها تكون مملوكة لأخصائي العيون قد تكون مركز واحد مستقل وقد يكون مركز من سلسلة من المراكز تقدم العديد من الخدمات بحص النظر التعرف على أمراض العيون أيضا إعطاء المريض أو الكشف عن النظر وإعطاء النظارات للمساعدة أيضا هناك العمليات الجراحية كذلك تحديد مجموعة من الأمراض مثل مرض ضغط الدم داخل العين كل هذه الخدمات تقدم من خلال عيادات أو مراكز العيون ومن ضمن المرافق التي أبرزناها في درسنا الماضي خدمات الرعاية الطارئة هذه الخدمات تكون في وقت مبكر مثل أمراض المفاجئة بعد حوادث السيارات وأبرزنا أكثر من خدمة تقدمها هذه المراكز مثل الإسعاف كذلك فرق الإنقاذ أيضا ذكرنا الطائرة المروحية كذلك الطائرة التي تنقل مريض من مستشفى إلى مستشفى بعض المرضى يحتاجون رعاية خاصة تكون حالتهم حرجة المستشفيات التي توجدون فيها قد لا تمتلك الخدمات المتكاملة فينقل إلى مستشفى آخر ليقدم لهذا المريض رعاية مختلفة نسمي هذه كلها خدمات الرعاية الطارئة ومن ضمن المرافق التي أبرزناها كمرافق رعاية صحية مثل ما يظهر معنا هنا المختبرات وذكرنا أن المختبرات عادة نجد المختبرات في مراكز الرعاية الصحية الصغيرة أو حتى في المستشفيات وقد نشاهد هذه المختبرات كجزء مستقل أو قطاع مستقل يعمل بمفرده ويقدم الخدمات لمرافق الرعاية الصحية هناك حاجة كبيرة لهذه المختبرات ويتقدم الفحوصات الطبية وتحاليل الدم أيضا اتفقنا خلال دراستنا في الفصل الثاني أنه لدينا مجموعة من الأهداف نسعى أو سنسعى سويا بإذن الله لتحقيقها معا خلال دراستنا فصل أنظمات الرعاية الصحية وذكرنا أنه بعد الانتهام من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا وستكون قادرة على وصف ما لا يقل عن أربعة أنواع مختلفة من مرافق الرعاية الصحية ولعلنا تعرفنا على ذلك في درسنا الماضي أيضا وصف ما لا يقل عن ثلاثة خدمات تقدمها وكالات تطوعية أو غير ربحية كذلك شرح الغرض من الهياكل التنظيمية في مرافق الرعاية الصحية أيضا فهم بعض المشكلات الناشئة في مجال الرعاية الصحية ومن ضمن الأهداف التي نسعى لتحقيقها موضوع تحليل ما لا يقل عن ثلاث وكالات صحية حكومية والخدمات التي تقدمها كل منها وهذا هدفنا بإذن الله في درس اليوم استعرضنا في بداية دراستنا الفصل مجموعة المصطلحات ونكرر عليها اليوم في درسنا يظهر معنا التجمعات الصحية المستشفيات المدينة الطبية مرافق الرعاية طويلة الأمد مكاتب طب الأسنان العيادات مراكز العيون خدمات الرعاية الطارئة المختبرات الوكالات الصحية الحكومية الوكالات التطوعية خطط التأمين الصحي هيلف، إنشورنس، بلانس، شبكة مقدمي، الخدمات المفضلين، بريفيرد، بروفيرد، نتووركس، التكنولوجيا، تكنولوجي، علم الأوبئة، ابيديميولوجي، أخلاقيات علم الأحياء، بايو آثيكس اليوم بإذن الله سوف نتكلم بالتحديد عن حوكمة القطاع الصحي ووكالاته وفقاً لرؤية السعودية 20-30 يتم إصلاح الحوكمة الصحية جذرياً للنهوض بهدف تحسين جودة وقيمة الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية إذن في كل مرة في كل درس نستطيع أن نوجد تقاطع مع رؤية 20-30 في رؤية 20-30 هناك استهداف لتغيير وحوكمة القطاع الصحي جذرياً حتى نصل إلى رعاية صحية ذات جودة عالية أيضاً تكون هذه الرعاية تتوافق مع الممارسات الدولية تجري إعادة تعريف وزارة الصحة باعتبارها الجهة المنظمة والمراكبة لقطاع الصحة بمعنى أن هناك أدوار منوطة لوزارة الصحة مختلفة هذه الوزارة سوف تصبح الجهة الرقابية على جميع قطاعات الصحة تساهم الوكالات الصحية الحكومية إلى جانب وزارة الصحة في التشريع فتحرص على اتباع القواعد المحددة والإشراف على القطاع الصحي بمعنى الوكالات الصحية التي بذاتها تندرج تحت وزارة الصحية سوف يكون لها إسهامات في سن قوانين وتشريع أنظمة وزارة الصحة والمساهمة مع الوزارة في رفع كفاءة الرعاية الصحية من الأمثلة التي يبرزها الكتاب على الوكالات الصحية الحكومية مثل ما يظهر معنا في المثال الأول شركة تطوير القطاع الصحي القابضة في درسنا اليوم سوف نستعرض مجموعة من الشركات هذه الشركات هذه الوكالات الصحية لكل وكالة منها دور محدد داخل أو دور محدد لتقديم رعاية أو للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية فشركة تطوير القطاع الصحي القابضة بموافقة مجلس الوزراء السعودي هذه الشركة تلتزم بتنفيذ نموذج رعاية صحية حديث يركز على تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر التجمعات الصحية وهي مجموعة من شركات الصحة المستقلة التي تركز في رسالتها على تقديم خدمات الرعاية الصحية أيضا من ضمن الوكالات التي تظهر معنا في درس اليوم وهو مركز التأمين الصحي الوطني هذا المركز يعمد إلى شراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو الشركات التابعة لها وتوفير تغطية تأمينية مجانية للمستفيدين بما في ذلك جميع المواطنين بمعنى أن مركز التأمين الصحي قبل قليل ذكرنا بأن شركة التطوير القابضة هي مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية شركة التطوير القابضة يندرج تحتها مجموعة من الشركات تساهم معها في تقديم هذه الرعاية الصحية هنا يأتي دور مختلف لوكالة التأمين أو مركز التأمين الصحي مركز التأمين الصحي يلتزم بشراء كل هذه التكلفة لكي تقدم الخدمات للمواطنين السعوديين بالمجان إذن مثل ما ذكرنا نعيد يعمد هذا المركز إلى شراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو الشركات التابعة لها وتوفر تغطية تأمينية مجانية للمستفيدين بما في ذلك جميع المواطنين السعوديين أيضا من ضمن الوكالات أو وكالات القطاع الصحي هيئة الصحة العامة هذه الهيئة تخدم عامة الناس عبر المواضبة على رصد أي عوامل خطر تتعلق بالصحة العامة قياسها تقييمها مراقبتها منعها بما في ذلك الأمراض المعدية والغير معدية الإصابات التحديات الصحية الأخرى إذن هذه الصحة العامة لديها إجراء دراسات مراقبة الوضع الصحي داخل المملكة العربية السعودية متابعة الأمراض المعدية وغير المعدية كذلك إعطاء الإرشادات التوعية الصحية كل هذه المهام تكون مناطة بهذه الهيئة فهذه الهيئة تؤدي المهام المنوطة بها عبر تقديم حلول مبتكرة وقائمة على الأدلة وإعداد جيل من خبراء الصحة العامة والتثقيف الصحي للممارسة وتكون بمثابة مورد لجميع المبادرات الصحية التي تهدف إلى تعزيز العافية في المملكة العربية السعودية أيضا من ضمن القطاعات التي تكون تحت رعاية وزارة الصحة الهيئة العامة للغذاء والدواء هذه الهيئة مسؤولة عن توعية المستهلك حول ما يتعلق بالأغذية والأدوية الأجهزة الطبية جميع المنتجات والمستلزمات الأخرى لها دور توعوي على مستوى الأغذية التحذير من الأطعمات متابعة مراقبة المنتجات التي تبع كل هذه المهام مناطة للهيئة العامة للغذاء والدواء أيضا من ضمن المهام التي تندرج تحت مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظيم الهيئة المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية كذلك تراكبها تشرف عليها تضع المعايير الإلزامية سواء كانت الأصناف مستوردة أو مصنعة بمعنى أن هناك معايير مقاييس لجميع الأدوية الأغذية التي تتوفر في السوق السعودي يمكن كذلك لهذه الهيئة إجراء أنشطة المراقبة أو الاختبار هذه أما في الهيئة أو في مختبرات وكالات أخرى أيضا من ضمن الهيئات التي تبرز معنا في درس اليوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هذه الهيئة أدوارها مختلفة هذه الهيئة علمية تنظم الممارسات المتعلقة بالرعاية الصحية واعتماد العاملين في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات في المملكة العربية السعودية إذن هذه الهيئة مسؤولة عن الممارسين الصحيين المستوى المعرفي الذي لا بد أن يمتلك الممارس الصحي تجري الاختبارات تصدر الرخص لا يمكن لأي ممارس صحي بعد التخرج بعد إنهاء الدراسة أن يعمل حتى يحصل على رخصة ممارسة للعمل الصحي هذه الهيئة هي مسؤولة عن كل هذه التنظيمات أيضا من ضمن الهيئات مجلس الضمان الصحي هذا المجلس يوفر الحوكمة والتنظيم لقطاع التعمين الصحي الخاص ويعزز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ويمكن أصحاب المصلحة من تحقيق الإنصاف والشفافية والتميز كذلك يبرز معنا الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وما نختصرها بنوبكو هذه الشركة هي المسؤولة عن المشتريات والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد للأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات للمستشفيات الحكومية في المملكة العربية السعودية هذه الشركة هي التي تهتم بعملية شراء كل الخدمات اللازمة أثناء تقديم الرعاية الصحية وتوفر كل احتياجات المستشفيات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية أيضا يبرز معنا المجلس الصحي السعودي هذا المجلس يضع اللوايح لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات ذات الصلة بالصحة لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية في نهاية درسنا تبقى لنا جزئية اختبر معلوماتك يظهر معنا في السؤال الأول يتساءل عدد ثلاث طرق تقدم بها الوكالات الحكومية الوطنية خدماتها إلى مجتمع الرعاية الصحية ونحن استعرض الدرس استعرضنا أكثر من وكالة أكثر من خدمة أبرزنا كل الأدوار لهذه الهيئات لهذه الخدمات في السؤال يتساءل عن ثلاث وكالات ماذا تقدم هذه الوكالات كمثال أبرزنا مركز التأمين الصحي الوطني مثل ما تعرفنا واتفقنا سويا بأن هذا المركز يعمد إلى شراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو الشركات التي تندلش تحتها وتتبع لشركة الصحة القابضة وتوفر تغطية تأمينية مجانية للمستفيدين وذكرنا أن خدمات الرعاية الصحية تقدم للمواطنين السعوديين بالمجان هذا المركز يلتزم بتوفير هذه الرعاية وشراء كل الخدمات أيضا من ضمن الوكالات التي أبرزناها مجلس الضمان الصحي وذكرنا أن هذا المجلس يوفر الحوكمة وكأن هذا المجلس دوره تنظيمي داخل وزارة الصحة فهو يوفر الحوكمة والتنظيم لقطاع التأمين الصحي الخاص كذلك يعزز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين أيضا يمكن أصحاب المصلحة من تحقيق الإنصاف والشفافية والتميز ومن ضمن الوكالات أو كأح المثال الثالث مثل ما طلب في السؤال المجلس الصحي السعودي هذا المجلس يضع اللوائح يضمان التنسيق والتكامل بين الجهات ذات الصلة بالصحة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية في سؤالنا الثاني نتساءل ما المسؤوليات المنوطة بالهيئة العامة للغذاء والدواء ما المسؤوليات المنوطة بالهيئة العامة للغذاء والدواء نحن أبرزنا الهيئات مراكز التأمين الصحي تكلمنا عن الشركة القابضة هنا في السؤال يحدد هيئة محددة وهي الهيئة العامة للغذاء والدواء وذكرنا سويا بأن هذه الهيئة مسؤولة عن توعية المستهلك حول ما يتعلق بالأغذية والأدوية والأجهزة الطبية وجميع المنتجات والمستلزمات الأخرى أيضا ذكرنا أن هذه الهيئة تنظم المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية وتراكبها وتشرف عليها ولعلنا ذكرنا أنه يحق لهذه الهيئة إجراء الاختبارات سواء داخل الهيئة أو في مختبرات خارجية بهذه الجزئية نكون قد وصلنا لختام الدرس رجاء لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك